ازايكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هنتكلم عن اختراق الايفون في 30 ثانية ناس كتير سألتني عن السؤال ده وقالتلي ازاي انت قلت قبل كده ان الايفون اقمن جهاز موجود في السوق وزاي فيه ناس قدرت تختارقه في 30 ثانية بس هنوضح الموضوع ده وهنعرف ايه السبب بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب يلا بينا في البداية كده خلينا نتفق على شوية حاجات اولها ان ما فيش جهاز موجود في العالم امن بنسبة 100% مهما كانت الحماية الموجودة فيه تاني حاجة لازم نتفق عليها ان جهاز الايفون امن من جهاز الاندرويد وده لسبب منطقة يا جماعة مش عشان قبل اقوى شركة في العالم ولا الكلام ده نهائيا نظام الاي او اس او نظام الايفون نظام امن لان ما فيش حد عنده اطلاع على الكود بتاعه ونظام الايفون نظام مش مفتوح المصدر فبالتالي الكود بتاع النظام بتاعه وما فيش حد بيطلع عليه غير مهندسين الشركة بس والناس المصممات وده عكس نظام الاندرويد اللي حرفيا تقدر تنزل نسخة منه وتعدل فيها زي ما انت عايز وتضيف وتشيل حاجات من النظام نفسه فالموضوع ده بيخلي نظام الايفون نظام امن هو صحيح مش امن بنسبة 100% ولكن امن من نظام الاندرويد او امن من اي موبايل موجود حاليا طيب خلينا بقى نيجي لموضوع كسر حماية الايفون اللي بتعمل في المسابقات كل سنة وناس كتير بتسألني عن السؤال ده موضوع المسابقات ده في لبس في نقطتين لازم نوضحهم النقطة الاولى ان الفريق فعلا بيقدر يفك حماية نظام الايفون والكلام ده فعلا بيكون في وقت وليل ولكن اللي الناس ما تعرفوش ان الكلام ده بيكون متحضره قبلها بكتير يعني المتسابقين الموجودين في المسابقة دي بيحضروا للخطوات اللي يعملوها قدام اللجنة تقريبا قبلها بشهر وطبعا الموضوع بياخد منهم وقت كبير وتجارب كتير يعني باختصار الفريق ده بيكون معاه الجهاز وبيفضل يجرب فيه لحد ما بينجح ان هو يفك الحماية بتاعته النقطة التانية بقى والمهمة هي ان الجهاز بيكون معهم اصلا يعني هما ما بيقدروش يفكوا حماية الايفون عن بعض يعني مثلا مش هتقدر تقوله اخترق لي جهاز شخص معين لان الجهاز ده ما بيكونش معاه فبالتالي مش هقدر يخترقه عن بعض نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي البرامج اللي قدرت تخترق الايفون او نظام الاي او اس عن بعض زي بنامج بيجاسوس اللي كان شهير جدا في الفترة اللي فاتت واللي قدر ان هو يخترق الايفون تقريبا بزيرو كليك يعني من جير ما انت تعمل اي حاجة تماما هو يبعت رسالة بس على الموبايل وبيقدر يخترق الموبايل عن طريق رسالة دي اوكي البرامج دي موجودة فعلا وممكن تكون شغالة لحد الوقتي على الرغم من انها قبل قالت انها سدت الصغرات اللي كانت تستغنمها ولكن الاكيد انها لسه موجودة لحد الوقتي ولكن طبعا اكيد فيه صغرات تانية قبل ما تعرفهاش برنامج بيجاسوس بيقدر يخترق الايفون من خلاله ولكن الفكرة هنا اصلا ان البرامج دي مش متاحة لكل الناس يعني ما فيش اي حد يقدر يشتريها من غير ان تكلفتها عالية جدا بتوصل لملايين الدولارات فهل انت موجود على موبايلك حاجة تخلي حد يقفع ملايين الدولارات ان هو يشتري البرنامج ده ويخترق الموبايل بتاعك ما اعتقدش ان الموضوع ده منطقي تماما طيب زي ما قلتلك ان الايفون امن ولكن مش امن بنسبة 100% طيب ايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها عشان تخلي الهكر ما يقدرش يخترق الايفون بتاعك عشان نخلي الهكر ما اخترقش الايفون بتاعنا لازم نعرفه وبيفكر ازاي تحديدا الهكر بيقدر يخترق جهازك بغلطة منك فبيحاول يخليك تغلط بيحاول يخليك تنازل برنامج او تطبيق من بره الستور بيكون البرنامج ده بيقدر يتجسس به على الموبايل بتاعك بيحاول يخليك تفتح لينك معين حطت فيه فيروس او كود اختراق فكل اللي عليك تعمله انك تكون اسكا منه ببساطة ما تديش رقمك او اميلك او حساباتك على الستور الرسمي بتاعه کابل كمان لازم تهتم انك تعمل الابديتز بتاعة السكيوريتي بتاعة النظام اللي قبل بتنزلها دايما لازم تحاول تحدث الموبايل بتاعك بالسمرار كمان اللينكات ما ينفعش تفتح لينكات متعرفهاش او مجهولة المصدر في مواقع ممكن تفحص اللينكات لو انت عندك فضول تفتحها ممكن تشوف المواقع دي على جوجل وتفحص اللينك فيها وتشوف هل هو امن بنزل 100% ولا لا وبس كده يا جمال حد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب كما ما تنسوش تقولولي ارأيكم في الفيديو وفي الكومنتات سلام